تعرفوا؟ أنا بستطيع أن أتفاهم يا أخواني كي ما تفاهم أي منكم أنه في العصور السابقة ما كان في العصور خاصة في العالم الإسلامي طبعاً الوسيط ما كان في شيء اسم مفهوم الحزب السياسي ولا كان فيه أصلاً هذه بضعة غربية ومتازة وحسنة عندها سيئاته طبعاً لكن حسناته أكثر من سيئاتها علشان هيكاً طبيعي يُطلب من العالم أن يكون ناطقاً بماذا؟ بضمير الناس بحال الناس وأيضاً مداثعاً محامياً عن مصالح الناس عن أوضاع الناس عن عيش الناس ولم الصحيح العزب العبد السلام أقول لك أيوة بس هذا في العصور الوسيطة اليوم اختلفت الأمور تبدلت يا أخواني الأمور تبدلاً كبيراً جداً جداً الذي يقوم بهذا وهو قادر على أن يقوم به أنا أقول لكم والمفروض فقط من يقوم به هي الأحزاب السياسية أحزاب تمارس السياسة وتعرف أبجدياتها وأعماقها ومارساها ممارسة طويلة في يوم الأيام يكتب الأستاذ العملاق عباس العقاد رحمة الله تعالى عليه يقول إيه سر خيبة العرب ونجاح الإنجليز والغربيين قال القوم إذا أراد أحدهم أمراً أتاه من بابه وتوسل إليه بأسبابه فلا ترى فيهم سياسياً يمكن لشيخ مثلي أو مثلك أو مثلها غلبان دحش لي رأسه في الكتب الصفراء والحمراء والبيضاء حتى الحديثة أن يعرف هذه السياسة ولما يجوا يدفعوا لي أو ما يدفعوا لي يدفعوا لي مادياً أو معنوياً وكبروا فيهم فخوني عشان ألعب دوراً سياسياً هلعب خيبة صح؟ هكون مستغل وقالك لا لازم تتكلم في السياسة من تعالي مرسلم يا رجل يا أخي لا أعيش في القرن الوسيط أنا في العزور الوسطى أعيش في العصر الحديث ليذعل هذا السياسي إيه مش أنت عساس تنظيم إسلامي؟ وأنا كفرت بفكرة تنظيم إسلامي ما فيه الدين لا يمكن يكون إيه يا أخواني بيد تنظيمات هذا خطأ كبير جداً جداً وأيضاً هو خطأ مجتلب وليس كما قلت لكم أصيلاً وكما قلت لكم غير مرة في تاريخنا الإسلامي فقط الذين تكلموا باسم الدين وصاروا جماعات وجمعية وتنظيمات مغلقهم الباطنية قتلت الأمة أعداء الأمة من كانوا يضربون ويطعنوا في الأمة باستمرار أما الإسلام المنفتح إسلام المدارس والمذاهب العلمية والفكرية ما كان هيك أبداً ولا تتخيلوا أنت الشافع كان رئيس تنظيم ولا محنيفة ولا فلانة مستحيل ما كان هيك أبداً أبداً علماء يبثون الخير يأخذ هذا الخير يبلغ به أمداء تطول تقرب أو تبعد من شاء من عباد الله على غير تنظيم وعلى غير تحزب وعلى غير مولاة فقط الحقيقة وبس هذا الشيء المطلوب هذا الدين الدين بعد للحياة ما رأيكم؟ ليس مكوناً من مكونات الحياة بعد ما تقدرش أنت الحين تقول لهم بدنا نأخذ المكان ونحطه في مكان المكان بعد كل شيء يجب أن يتموقع في مكان يتمكن في المكان لأن المكان بعد والمكان لا يتمكن في شيء آخر هو بعد الزمان أنا أجيك بعد ساعة أذهب بعد ساعة قبل ساعة حصل بعد ساعة سيحدث كذا كل شيء كل الأحداث تنضرف وتنطوف في الزمان الزمان بعد ما ينفعش أن يقول ماذا؟ بدنا نبحث عن الزمان في الساعة كذا كذا ما هي ساعة ما هو الزمان نفسه هذا كذلك الدين الدين بعد في الحياة مثل الهواء الذي نتنسمه ونستنشقه قالك هذا علماني يا بس مسلم عنده ما أعرف بالدين واهتمام بالدين تختلف معي في النظرية السياسية من حقه يا سيدي لا 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 أنا إسلامي أنا أحملي الدعوة دعوة إيه؟ وعلى فكرة ونبهت قبل ذلك وربما هذا لا تسمعونه كثيراً اقرأوا كتاب الله من أوله إلى آخره كلمة دعوة كلما ذكرت هي دعوة غير المسلمين المسلم لا أدعوه على المسلم أذكره أنصح له أعلمه وهكذا لكن الدعوة كلمة دعوة هذه في حق غير المسلم في حق الإنسان ما عرف الحق هذا يدعى إلى الله فما نكبرش نأخذ كما قلت لكم صلاحيات الأنبياء كل هكذا شيلة بيلي ها شاوبار شيلة بيلي ونقول هذه مهمتنا الرسالية في خلط معيب للأمور ندفع ثمنه مرّاً علقماً وصبراً وحنظلاً ترجمة نانسي قنقر